السلام عليكم ألو زلافيك معك سائد يونس مدرب ومؤلف ومتحدث وعلى مدار السنوات السابقة العشرة تقريبا تحدثت أمام الجماهير على مسارح عليها ألاف الأشخاص ومئات الأشخاص ودربت ألاف وألاف الأشخاص في القاعات التدريبية وعبر المنصات المختلفة وبهذا الفيديو بدي ألخص لك كل هاي الخبرة بثلاث نصائح سريعة وتطبيقية بإمكانك اليوم اتطبقها في حياتك حتى تحسن مهارة الحديث أمام الجمهور ومع الأشخاص بطلب منك في الدقائق القليلة القادمة أنك تتابع بذهن صافي بمكان بعيد عن مقاطعات وتأخذ الملاحظات هاي وتبدأ تطبقها من اليوم وبإذن الله تعالى رح تلمس الفرق في حياتك بشكل كبير يلا نبدأ أهلا وسهلا فيك من جديد قبل ما نتابع بالنقاط الثلاثة اللي رح نحكي عنها في فيديو اليوم في قناعة موجودة عندك يمكن وموجودة عند معظم الناس اللي بيعانوا من فكرة الحديث أمام الجمهور وهاي القناعة ببساطة بتحكي أنه أنا ما بعرف أحكي مع الناس أو أنا ما بعرف أحكي قدام الناس ويمكن أنت مريت بموقف أنه كنت تحكي فيه مع شخص وتوترت أو طلعت تحكي أمام مجموعة من الأشخاص وتوترت وانضغطت وبطلت عارف تحكي هاي القناعة سلبية وأنت بتعرف تحكي ورح أثبت لك لأنه أنت في حياتك الخاصة في حياتك الشخصية تقدر تحكي مع أهلك مع عيلتك مع الأقارب مع الأصدقاء المقربين الناس اللي أنت مرتاح لهم تقدر تحكي معهم فأنت مشكلتك هي ليست في عدم القدرة على الكلام مع الآخرين لا لا بالعكس تستطيع وقادر أن تتحدث مع الآخرين هي الفكرة يا صديقي أنك أنت لسه ما تدربت منيح تحكي أمام الناس فهي مهارة بإمكانك تكتسبها بالتدريب فبالبداية ننهي هاي القناعة السلبية نهائيا أنت تستطيع الكلام وتستطيع الكلام أمام الجمهور وهيك منروح على النقطة الأولى والمهمة جدا حتى تقدر تحكي بأريحية وبثقة هي أن تحافظ على هدوءك وثقتك بنفسك الهدوء والثقة بالنفس لأي متحدث هي مفتاح الدخول إلى قلوب الآخرين الشخص الهادئ اللي بتحدث بهدوء وبيتحدث بوضوح وبثقة هذا الشخص يجذب الآخرين له طبعا ما نفرق أو ما نخربط ما بين الهدوء وأنه صوتك واطي أنا ممكن أحكي بهدوء وبصوت عالي بنفس الوقت وممكن أحكي بصوت منخفض لكن تكون طريقتي في الكلام مزعجة فالهدوء لا يعني أنه صوتك واطي صوتك مرتفع واضح كلماتك واضحة مخارج الحروف واضحة وأنت تحافظ على هدوءك أثناء الكلام على هذا أنت بدك تشتغل على موضوع الثقة بالنفس بدك تشتغل على تمارين التنفس حتى تحافظ على طاقتك تكون إيجابية وهادئة وتكون الكلمات قاعدة بتخرج بشكل جميل هاي فكرة بسيطة لكن إذا ركزت عليها حقيقة رح تلمس فرق كبير في حياتك فابتداء من الآن حاول أنك أنت تكون هادي حتى لو توترت لما تتوتر لا تسرع بالكلام لا تصير تحكي بسرعة حتى لو توترت لا اختصر شوي خليك هادئ خذ نفس ممكن أنت تتوقف عن الكلام لكن الهدوء والثقة بالنفس هي فعلا المفتاح الذي يقود إلى قلوب الآخرين النقطة رقم اثنين يا صديقي وهي نقطة في غاية الأهمية أن تتحدث بجمل واضحة ومختصرة أنا بدي أريحكي كثير الواحد فينا بيفكر أن عشان أقدر أحكي أمام الناس أنا لازم أحكي عبارات خطابية وكلمات معقدة ولازم أثير حماس الجماهير أوكي أنت إذا بدك تثير حماس الجماهير لازم تحكي معهم بلغة بسيطة ومختصرة وعملوا دراسات حقيقة على الانتخابات الأمريكية في السابق ووجدوا أنه السبب اللي خلى دونالد ترامب الشخص اللي ما عنده أي خبرة سياسية نهائيا يكون أنجح في استثارة الجماهير والتأثير فيهم أنجح بكثير من الأشخاص اللي عندهم خبرة سياسية ومن السياسيين المحنكين اللي كانوا بنفسه في سباق الرئاسة هو أنه لما حللوا خطابه اللغوي وجدوا أنه لغته في الخطاب هي لغة صف رابع أو صف خامس على أقصى تقدير يعني صف مدرسي خامس طالب في الصف الخامس هذا بيكون عمره عشر سنوات تقريبا أو تسع سنوات صف الرابع هاي اللغة هي اللي كان يحكي فيها دونالد ترامب في الناس أكثر فاليوم بدنا نرتاح بديك تاخد نفس عميق هيك وتبدأ تعود نفسك على الحديث بجمل واضحة ومختصرة مهارة سهلة يعني هي تطبيقها محتاج شوي تدريب لكن أنت بإمكانك بسهولة تكتسبها وهيك يا صديقي أنت تفكر بالضبط وكأنك أنت بتحكي الجمل وكل جمل بعدها نقطة وبتاخد نفس بتحكي بهدوء وبجمل واضحة والفرق خلينا أوضح لك يا ببساطة يعني أنا ممكن أجي أقول لك ذهبت إلى ذلك المنزل المطل على شرفة المسجد المقابل لذلك الجبل الذي يحتوي الحديقة الخضراء والوردة الحمراء وذهبت إلى الوردة جملة طويلة الجملة الطويلة بتخلي نفسك ينقطع بتخلي انسيابية الأفكار غير واضحة الناس رح تفقدهم ما رح يتابعوا معك لكن لو أنا بدي أحكي ذهبت إلى المنزل في ذلك الشارع المطل على الجبل إلى جانب المسجد أنا طبعا بحكي من عقلي وبألف قاعد فعشان هيك الكلمات ما طلعوا نفسهم لكن حاب أوصل لك الفكرة أنك أنت لما تحكي بهدوء وباختصار وعلامات الترقيم وتتوقف بعد كل أكم من كلمة هيك بتعطي الفكرة هيك بتريح نفسك وبتريح غيرك مهارة مهمة جدا ويعجز كبار المتحدثين عن إتقانها لأنهم بفكروا أنه أنا عشان أأثر في الناس لازم أستخدم الكلمات المكعبة لهذه الكلمات المكالكعة مثل ما بيحكوا أخوانا المصريين كلمات المعقدة المعجمية أبينني أنا موسوعي المعرفة هذا بينفع يمكن في تدريس اللغة العربية لو أنت بدك تدرس الأدب واللغة لكن ما بينفع إذا بدك تتحدث مع الناس فتحدث بهدوء وتحدث بثقة وخليك واضح وخلي أفكارك متسلسلة مختصرة صغيرة وبسيطة حتى توصل للعقول والقلوب في نفس الوقت وهذا بيقودنا للنقطة الثالثة والتي رح تعطيك قوة كبيرة في التأثير بالآخرين وهذه الفكرة هي التحدث بالصور وليس بالكلمات عقلنا العقل البشري بيفكر بالصور يعني أنا لما أحكي لك كلمة عقلك مباشرة يبدأ يشوف صورة أقول لك فيل زهري لا تفكر بفيل زهري شو ما قلت لك؟ فكر لا تفكر قوعك تفكر طالما أنا حكيت فيل زهري الآن أنت عقلك بدأ يتخيل فيل لونه زهري والفيل فيه معلومة بتقولك أنه ينولد أو يولد الفيل ولونه زهري ما تأكد من صحتها لكن على الأغلب في بهذا العالم فيل زهري العقل يبحث عن الصور والعقل بيفكر بالصور وانت تخيل حالك هيك بتتحدث امام الناس وانت بتعطيهم صور فنية ومثال الصورة اللي تستثير المشاعر يعني انت لما تكون واثق من نفسك وكأنك بتتحدث بهدوء وكأنه هيك فيه اشعة شمس دافئة تداعب بشرتك بكل هدوء وكل جمال وانت مستمتع بالدفئ والكلمات تخرج منك مثل اشعة الشمس الدافئة وتداعب بشرة واسماع الاخرين هذه صورة فنية هذا الكلام ينتقل او الكلمات تنقل الصورة والصورة تثير المشاعر فكر بالصور وايش الصور اللي انت ممكن تحكي فيها حاول لما تتحدث مع الناس تستخدم الصور لما توصف اشياء صارت معك تستخدم الصور كل ما استخدمت الصور اكثر طبعا مش تستخدم صور تمسك انت الجوال وتفتح على صور او تمسك صور تستخدم الكلمات التي تعبر عن صور تخيل حالك انت على مسرح وامامك الاف الاشخاص وانت قاعد بتحكي معهم بكل ثقة وبكل هدوء والبيئة لطيفة جدا والجو هادي والوان المسرح الهادية الاخضر واللون الرمادي المحايد هيك على الارضية والناس من حولك بينتبهوا اليك او بينسطولك بكل هدوء انت الان بدأت تتفكر بصور فانا بقدر بهاي التقنية اني اثير عندك مشاعر معينة باستخدام الصور وهذا بيعطيك قوة كبيرة في الحديث والتأثير وبالمناسبة لما تكون انت قادر تستخدم الصور في كلامك بتكون محتاج كلمات اقل حتى توصف في الموقف يعني انا لو احطك في الموقف وبالصورة مش محتاج كثير كثير اقعد اشرح عن الصورة خلاص انا اعطيتك رؤوس الاقلام وانت عقلك لحاله رح يبدأ يرسم ويجمل في هذه الصورة الفنية اذا يا صديقي الهدوء والثقة الجمل البسيطة والمختصرة والصور الفنية او الصور العقلية هذه الثلاث اسلحة بالنسبة اليك هي اسلحة قوية جدا بتخليك تتحدث بمهارة وبتنمي عندك مهارة الحديث امام الاشخاص الاخرين من اهم الاشياء اللي انت بتحتاج تبنيها في شخصيتك عشان تكتسب القوة من جديد الثقة بالنفس المشكلة انه مرات الواحد لما يدرب حاله على الثقة بالنفس بيحتاج لفترة طويلة ليكتسب الثقة مرات من يكون محتاجين اشياء تعطينا نتائج سريعة وبحب احكي لك لو انت مهتم بالثقة السريعة في عنا دورة جديدة جدا ومميزة جدا خفيفة لطيفة اسمها كورس الثقة الفورية كورس الثقة الفورية بيعطيك حيل نفسية وتمارين عملية تعطيك الثقة مباشرة مجرد ما تبدأ بتطبيقها مش بعد شهر مش بعد سنة اكيد في اشياء احنا ممكن نتدرب عليها للمدى البعيد ولكن جميل يكون في عنا سلاح سريع احتاجت الثقة اليوم في عندي موقف اجتماعي في عندي بريزنتيشن في عندي لقاء انا محتاج الآن الثقة فاكتسبها بتمارين بسيطة وعملية الرابط والتفاصيل كلها وخصم اكثر من 90% على السعر المعلن بتلاقيه في صندوق الوصف ما يفوتك هذا العرض الخاص على كورس الثقة الفورية ترجمة نانسي قنقر